قاطع لأكاذيب تحصيل رسوم إضافية بمعبر رفح يمكن ده طبعاً من الحاجات اللي هي مهم وهنقف شوية قدام هذا الخبر لأنه زي نقول لحقاكم بنتكلم على طبعاً حضراتكم عارفين أنه دايماً فيه لجان شغالة بتستهدفنا بشكل واضح طول الوقت لجان داخلية ولجان خارجية وترويج هائل إنه قال اللي بيجوا من غزة بنفرض عليهم فلوس ما عرفش كام دولار ولا حاجة كلام فارغ يعني طبعاً ده لا بيحصل ولا هيحصل إحنا كل أشقانة بنعليجهم على حساب الدولة المصرية ومصر قالت كده بنتكلم على النهاردة يعني آلاف نتكلم أكتر من 20-25 ربما نقترب من 30 ألف واحد بيتمع لكم في مستشفات المصرية وبالتالي مصر بتعليش حكاية دي خالص أبداً لعمل تقولها بتعمل مصر بتستقبل أشقائنا وفتح مستشفاتها لكل أشقائنا الفلسطين لعلاقهم في المستشفات المصرية فعيب طبعاً بعض الناس يقول لك إيه بيال ليه خالص فضيارة شوان النهاردة رئيس الهائل عامل السعلامات النهاردة طلع بيان كده بيقول فيه أن بعض وسائل إعلام وصفحات التواصل الابتماعي قد تداولت في الآمن الأخير إدعاة كاذبة تتعلق بما يتم تحصيلهم الرسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توسيق لها ونفى ضيارة شوان بصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمي لآية رسوم إضافية على القادمين من غزة وكذلك إدعاة تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل نظير مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة تبقى القونين المصرية النظمة لعمل المعبر من قبل هيئة المواني البرية وهي سابتة ولم تطرق عليها أي زيادة مطلقا اللي هو رسم العبور العادي اللي هو الكون اللي بتدفع من سنة هو اللي بتدفع النهاردة من سنتين هو اللي بتدفع يعني ما حصلش زيادات هذه الفترة وأضاف رشوان بأنه مزوا بدء دخول المساعدات الإغاسية والإنسانية والوقود إلى شقاء الفلسطينيين بالقطاع غزة عبر منفذ رفح لا تقل مساهمة مصر فيها عن سبعين في المية يبقى احنا كل اللي داخل غزة مصر مساهمة بكام سبعين في المية يعني عالم كله كله كل الدول اللي قالت هنبعثوا ومساعدات ودول غنية ودول متوسطة يعني السرق يعني قالوا هنبعث طيب عظيم كل العالم ده كله 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 كام كل اللي بعتوه يمثل تلاتين في المية مصر الدولة الكبيرة قوي والعظيمة قوي اللي عندها أزمة اقصادية كبيرة دخلت بسبعين في المية مساعدات يعني احنا اللي عندنا أزمة دخلنا سبعين في المية والعالم كله اللي ما عندهش أزمات وعنده صروات كبيرة ماشاء الله دخل بعت مساعدات تلاتين في المية وهي تصل حاليا يوميا المزيد 150 شاحنة منهم 6 شاحنات وقود وبالتالي فليس من المنطقي أن مصر التي تقوم بهذا وستواصله وتسعى لزيادته من أجل تخفيفها من معاناة الشقان الفلسطيني أن تسعى لإضافة أي عباء عليهم وهم في هذه الظروف الكارثية كما يحاول البعض الترويج خلال الفترة الأخيرة أوضح رئيس هيئة الاسلامات أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء فهي لم تحصل لم تحصل أي رسوم لم تحصل أي رسوم تحت أي بند منهم من أشقاء بعد دخولهم البلاد سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى خلال انتقالاتهم داخل مصر وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج يعني دقرة شوان بيقولك أي حد دخل عندنا دخل لا فيه جنيب يتاخد ولا رسم يتاخد ولا بأي بند على الإطلاق ولا علاج ولا حتى إقامة ولا حتى انتقالات داخل مصر الحين حتى بينهم اللي يسافر برة حتى انتقالاتهم أيضاً بتكون على حساب الدولة المصرية ده اللي بتعمله مصر جاي تكلب مصر بتعمل كده ومدخلة سبعين في المين مساعدات أكله شربه ومية ووقود وأدوية وتقول لي مصر بتاخد مصر بتاخد ليه مصر بتدعم مش بتاخد مصر وقفة وقفة وصمدة ولكن كالعادة طبيعي مصر تتعرض طول الوقت طول الوقت بحملات تشويه والله مستمرة وكلنا نعلم مين اللي وراء هذه الحملات ومين اللي هدف هذه الحملات ولكن الشعب المصري شعب زاكي جداً وعارف بلد بتعمل ايه عارف كويس قوي بلد بتعمل ايه ولكن تاني بقول لكم دي حملات دايما تستهد في الدولة المصرية لما تيجي إسرائيل تضرب معبر رفع الفلسطيني ولا تضربوا المصر يا ابني قلنا لك ما حدش يقدر يضرب مصر ما حدش يقدر يهرب على معبر مصر يضربه أبداً ما حدش يقدر هو كده أنا بقول لك كده ما حدش يقدر يقرب على حدودنا أنا بقول لك كده قولاً واحداً لكن ايه في إطار الضغط في إطار التشوية في إطار انه مصر مش عايزة المعبر المعبر كل يوم داخل 150 شاحنة جوة على الأقل وايام بتوصل 200 ولم يقفل لم يغلق ساعة واحدة من 7 أكتوبر للنهاردة يعني ما جدش ساعة تقفل معبر رفع من الجانب المصري ولا ساعة سيد الرئيس قال كده سيد الرئيس الوزراء قال كده سيد وزير خارجية قال كده يعني والإعلام بيروح والإعلام موجود والمسؤولين بم فيهم بارح وزير خارجية ألمانيا راحت مبارح المعبر وشاف الإجراءات مفتوح هو ايه جوتريش نفسه راح وعمل موطبة صعف هناك وشاف مصر بتعمل ايه والعالم كله عارف مصر بتعمل ايه ولكن فيه لجان إلكترونية دائمة دائمة مستمرة التشوية ولازم تخلوا بالكم كمان لازم تخلوا بالكم أوضح رشوان أن مصر قد رفضت بصورة خلوا بالكم كلام ده مهم جدا لجاي يمكن كنت لسه بتكلم فيه مبارح مبارح كنت بتكلم عن الفقر اللي جاي دي تحديدا أكد رشوان على أن مصر قد رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية لسه كنت أقول لكم كده مبارح مبارح كنت أقول لكم كده بالزبط كل شيء ليه أرض مصر لو إيه كنوز الدنيا لا وإحنا عايزين نحافظ على القدير الفلسطيني وعايزين نحافظ على الشعب الفلسطيني داخل أراضيه يبقى إحنا كل شيء أهو رئيس يعمل السلامات قال بالمناسبة ده تصريح مهم جدا جدا أنه مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية مزبداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوطات والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بإيه بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القصري للأشقاء الفلسطين خارج أراضيهم أو داخلها يانهار بيض شوف مقابل إيه تاني مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية يبقى ده موقف مصر السابت يعني أنت تعرض عليك وإحنا وإمكان أنا بأعرف لتلك مش كل من يعرف وقالي ولكن ألتر حقاكم بشكل قاطع كده إحنا لا يمكن الرئيس لا يمكن يامن حاجات كده أضيئة رشوان قال الكلام ده النهار ده إنه مصر اتعرض عليها يعني زي ما قال كده واتعرضت الضغوط ورفضت الرضوخ لأي ضغوط رغم المغريات الاقتصادية والمالية وعندك أزمة اقتصادية مش كده وأزمة مالية مش كده طب عرضوا عليك فلوس وعرضوا عليك حلولك بس الرئيس رفضت مصر والرئيس رفض كل ده عشان نحافظ عليه على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني ما يسيبش بلده ويتهجر حتى لو مش يجي عندنا ويتهجر لخارج أراضي مش لازم مصر هم عايزين حتى يروح دول أخرى مصر أصغر رفض الموضوع ده أبدا يفضل في أرضه وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري السابت والنهائي الرافض للمتاجرة كلام دقيق ومهم وأن ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا يتنافى تماما مع الموقف المصري السابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين أو بقضيتهم التي تعتبرها مصر قضية مصرية صح صح احنا أكتر بلد دفعت التمن وبتدفع أكتر دولة دفعت وبتدفع النهاردة الرئيس عفتاح سيسي جالة الملك عبد الله مع الرئيس محمود عباس التلات دول دول المعنين بهذه قضية يعني محدش أبدا متأثر بأي شيء بيحصل غير نحن والأردن الأردن لو حصل حاجة في الضفة مش عايزين حاجة تحصل في الضفة ولكن احنا اللي بنتأثر تأثير مباشر عشان غزة يبقى مين اللي متأثر مصر ناشد ضياء رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإختار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتوجدة على المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية تجاه هذه الوقاعة والقائمين عليه يعني بيقول لكم لو حد عنده شكوى عندك الجهات المصرية موجودة على مدار الساعة في المعبر قلهم حد بيبتزني حد عايز يتربح مني اشتكي روح عندك أي فرضة لو في حاجة فردية زي كده يحاسب فورا بلغ عندك على طول دار عشان بيقول لك عندك الجهات موجودة وهي الجهات موجودة كل جهات الدولة عندك كلها قعدة 24 ساعة بفتحها عنيها اه والله فتح عنيها جامد اللي بعد ترجمة نانسي قنقر